ماذا بعد الفوز بالهجرة العشوائية؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن تسير عليها بعد الفوز لأمريكا؟ حيث إنه بعد إعلان مجموعة الفائزين باللوتري الأمريكية يجب على المرشحين أن يقوموا باستكمال كافة الإجراءات حتى لا يتم استبعادهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسنقوم بعرض أهم التفاصيل عبر قناة كوبويتوب إن الإجابة على سؤال ماذا بعد الفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا تتمثل في تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي تكون بحاجة إليها من أجل إتمام إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحضير كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة وتوثيقها في الخارجية ترجمة جميع المستندات المقدمة إلى اللغة الإنجليزية وذلك من خلال مكتب ترجمة معتمد استمارة دي اس مئتان وستون ويجب تعبئة هذه الاستمارة التي تكون موجودة على موقع برنامج التأشيرات الرسمي وتعد واحدة من أهم الوثائق التي يجب تقديمها مع المستندات المطلوبة للفوز بالهجرة تجهيز جواز السفر ساري المفعول بالإضافة إلى شهادة الميلاد التي قمت بتقديمها عند تقديم الطلب للمرة الأولى تحديد موعد الكشف الطبي في السفارة الأمريكية حيث يتم إجراؤه على يد مجموعة من الأطباء المعتمدون في السفارة الأمريكية أو المراكز الطبية المعتمدة التابعة للسفارة الأمريكية ويكون الكشف الطبي شامل للتحاليل الطبية والإشعاعات الحديثة عمل فحص طبي من أجل إثبات خلو الفرد المقدم من أي أمراض فيروسية معدية للحصول للهجرة عند اجتيازه بنجاح سوف تكون مؤهل من أجل تحديد موعد المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية ويكون ذلك بعد إرسال الاستمارة وورقة الفحص الطبي تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة بالإضافة إلى الرد على كافة الأسئلة التي سيقوم موظف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطرحها عليك وتعتبر هذه الخطوة أهم خطوة في الإجابة عن سؤال ماذا بعد الفوز بالهجرة العشوائية انتظار الرد بالقبول أو الرفض في حالة نجاحك في اجتياز المقابلة الشخصية وقبولك سوف تذهب من أجل استلام تأشيرة فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولك على التأشيرة سوف يكون أمامك مدة لا تتجاوز الستة أشهر للهجرة العشوائية من أجل السفر والمغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال مدة محددة تقوم السفارة بتحديدها للفرد الفائز في برنامج الهجرة العشوائية تتمثل الخطوة الأخيرة بالهجرة إلى أمريكا في التأقلم والتعرف على العادات والثقافة الموجودة في الولايات الأمريكية المتحدة والعمل على النجاح في حياتك وعملك في الدولة الجديدة رسوم السفر إلى أمريكا بعد الفوز بالهجرة بعد الفوز ببرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب عليك السير على مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تقوم باستكمالها من أجل الحصول على القرعة ودفع الرسوم المطلوبة دفع رسوم دخول السفارة الأمريكية والتي تصل إلى 300 دولار أمريكي إذا تم قبولك في المقابلة الشخصية سوف يتوجب عليك تسديد 200 دولار أمريكي رسوم استخراج التأشيرة المستندات المطلوبة أثناء المقابلة في السفارة الأمريكية جواز السفر شرط أن يكون ساري المفعولة الكشف الطبي شرط أن يكون معتمد من السفارة الأمريكية تقديم كافة الوثائق المعتمدة على أن تكون نسختين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية مترجمة من خلال مكتب ترجمة معتمد تقديم فيش جنائي حديث من أجل الإشارة إلى خلوعها من أي قضايا جنائية أو قضايا تمس الشرفة إرفاق عقد الزواج للمتزوجين رسوم دخول السفارة الأمريكية في بلدك والتي تصل إلى 300 دولار أمريكي تقديم استمارة DS260 تسديد رسوم إصدار تأشيرة الهجرة على الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتم دفعها في مقر السفارة الأمريكية في بلدك الأفراد ذوي الخبرة الكافية يجب أن يمتلك الفرد المرشح للفوز ببرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قدر عالي من الخبرة التعليمية والعلمية في مهنة معينة يمكن للأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني لعامين التقديم على برنامج اللوتر الأمريكي موانع السفر بعد الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا هناك مجموعة من الأخطاء التي قد يقع فيها الأفراد الذين يقومون بالتقديم على اللوتر الأمريكية وتمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز في قرعة الهجرة العشوائية تقديم المعلومات المطلوبة بعد الفوز بالهجرة العشوائية والصور بشكل غير دقيق حيث يجب على الفائز في الهجرة العشوائية لأمريكا أن يقوم بتقديم صورة شخصية إلكترونية حديثة بمواصفات محددة وغير خاضعة لأي تعديلات باستخدام برامج التعديل عدم تطابق المعلومات المقدمة مع المعلومات الواقعية لذلك من الأفضل عدم الكذب أو التدليس في الأوراق المطلوبة بعد الفوز بالهجرة العشوائية التي تقوم بتقديمها لأنه سوف يتم التحري عن المعلومات التي تقوم بتقديمها خلال المقابلة الشخصية تغيير جواز السفر أو فقده قد يكون سبباً في حرمانك من تأشيرة الهجرة إذا كنت تسأل ماذا بعد الفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا خصوصاً في حالة عدم قدرتك على إثبات السبب في تغيير البيانات لذلك من الأفضل أن تقوم بالاحتفاظ بنسخة من جواز السفر القديم حتى تتفادى الوقوع في الأزمة ضياع رقم تأكيد الاستمارة مع القنصلية الأمريكية قد يكون سبباً في منعك من الفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا وذلك لأن القنصلية أو السفارة الأمريكية لا تقوم بمنحك الرقم مجدداً كتابة الحالة الاجتماعية بطريقة خاطئة حيث أن يقوم فردين بكتابة أنهما متزوجات وهما ليس كذلك باعتبار ما سيكون وقت إعلان النتيجة وتعد هذه الخطوة ضرر قد تتسبب في منعك من السفر لأمريكا بعد الفوز في الهجرة العشوائية التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي بمحل الإقامة وليس دولة الميلاد ولذلك تأكد أنك قمت بتدوين دولة الميلاد في البطاقة لأن الاستقصاء عند الوقوع في هذا الخطأ لا يستثنى حظ موفق للجميع المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر